كشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حجم التداولات العقارية المنفذة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري التي بلغت تسعة عشر مليار درهم التفاصيل في التقرير التالي نتائج إيجابية متصاعدة حققها القطاع العقاري في إمارة الشارقة تشير إلى مستقبل واعد للاستثمار العقاري حيث بلغ حجم التداولات العقارية المنفذة في الإمارة أكثر من تسعة عشر مليار درهم بنسبة نمو وصلت إلى أربعة عشر فاصل ستة في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما بلغت قيمة الرهونات العقارية أربعة مليارات وأربعمائة مليون درهم بينما وصل إجمالي عدد المعاملات الكلي إلى أكثر من تسعة وخمسين ألف معاملة وهو ما يعود لأسباب عدة أوضحها لنا مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة نتحدث عن بيئة تشريعية جاذبة لجميع المستثمرين لتوفير التشريعات التي تتيح لهم التملك في مناطق التطوير العقاري في إمارة الشارقة وكذلك هناك تنوع في المنتج العقاري وكذلك في الإتاحة لهم في جميع العقارات من جميع الاستخدامات لهم في السوق العقاري وتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية في جميع مناطق ومشاريع الإمارة وبالنسبة لجنسيات المستثمرين فقد شملت مواطني الدولة والعرب وأيضا الأجانب وجاء توزيعهم كالتالي بلغ عدد جنسيات المستثمرين 97 جنسية مختلفة فيما بلغ استثمار مواطني الدولة 11.1 مليار درهم وعلى صعيد معاملات عقود البيع المبدئية التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة بلغ إجمالي هذه المعاملات 4200 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 34.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كان في نقلة نوعية بالنسبة لتملك الأخوان الجانب عندنا بسندات الاندفاع وتركزت على مناطق عديدة أكثر المعاملات كانت في منطقة تلال في مدينة شارقة تليها من ناحية القيمة الأعلى كانت في تجارية أمويلح بلغ عدد الإجمالي بالنسبة للمعاملات الخاصة بالعقود النهائية وإصدار سندات الملكية في حدود 6340 معاملة بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.9 مليار درهم أما عن المناطق الأكثر نشاطا في مجال التداولات العقارية في مدينة الشارقة فكانت كالتالي بالنسبة لموضوع المناطق وسوكثرت أسئلة الناس عن موضوع وين توجه الاستثمار بالنسبة للعقار نحن نقولهم حسب الحصائيات الموجودة تركز الاستثمار عندنا في مدينة الشارقة بالتحديد عندنا تركزهم كان على منطقة تجارية مويلح كنسبة أساسية أو نسبة الأسد تليها بعض المناطق الأخرى كانت في منطقة مزيرعة ثم الخان وفي النهاية كان في منطقة حوشي اللي لاحظنا فيها تداول كان بشكل كبير تفاؤل كبير بمستقبل القطاع العقاري في إمارة الشارقة بسبب السياسات الشفافة والخطط الاستراتيجية المدروسة التي تنتهجها الإمارة والتي تعكس مدى حكمة ورؤية القيادة الرشيدة في ضمان مصالح القطاعات المختلفة وخدمة سوق العمل وكافة المشاريع والاستثمارات القائمة والمستقبلية هذه الأرقام تؤكد حرص إمارة الشارقة على توفير الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد لأخبار الدار العنود الصوري شكرا